إن فتحت هذا الفيديو فأنا أعلم جيداً أنك تبحث عن أسباب الحفظ السريع وأنك قد استمعت إلى مئات وعشرات من الفيديوهات ولكنك تبحث عن حل لمشكلتك لماذا يحفظ البعض بسرعة؟ ولماذا أنسى بسرعة؟ وكيف أحتفظ بالمعلومات في الذاكرة طويلة الأمد؟ إذا فتحت هذا الفيديو فحاول معي أن تكمل هذا الفيديو للنهاية وهذا هو الجزء الثاني بعدما تستمع إليه جيداً ارجع إلى الجزء الأول ففيه من المعلومات الخطيرة التي ستسمعها لأول مرة أسرار واكتشافات للعقل الباطن ستمكنك من الحفظ السريع إن هذا الفيديو من أروع الفيديوهات على الإطلاق لماذا يحفظ البعض بسرعة ولا ينسى هذه المعلومات وتظل في الذاكرة طويلة الأمد؟ أولاً دور الأحاسيس والمشاعر والأحداث في تركيز المعلومات في عقل الإنسان قد يصاب البعض بحادثة أو قد يسمع قصة مؤثرة تؤثر على أحاسيسه ومشاعره فلا ينسى هذه القصة وتظل في الذاكرة طويلة الأمد؟ أو قد يصاب الإنسان بحادثة أو بأي شيء مؤلم فلا ينسى ذلك؟ وأنت تمشي في الطريق تمر عليك أحداث كثيرة لا تنتبه لها ولا تتذكرها ربما ترى كلمات أو لوحات إعلانية أو ترى ألقاماً كثيرة لكنك لا تلتفت لذلك ولا تهتم بذلك وذلك أن عقلك لا يريد منك أن تخزن المعلومات التافهة أو المعلومات غير المهمة أو غير المثيرة ولكنك إذا رأيت حادثة في الطريق أو رأيت أحداث مؤلمة سيارة قد انقلبت فإن ذلك يؤثر على انتباه العقل ويجعلك تقف لتتعرف على تفاصيل الحادثة وتتذكر جميع التفاصيل وذلك لأنه شيء مثير وذلك لأنه شيء يلفت انتباهك ويلفت أحاسيسك ومشاعرك فكل شيء دخل في عقلك بتركيز وبإحساس وبمشاعر فإنه سيتركز في العقل الباطن في الذاكرة طويلة الأمد من أسباب الحفظ السريع التركيز العميق وكيف يحفظ من أصيب بعوامل الإلهاء ومن تعلق قلبه بمحبة أحد فهو يفكر فيه ليلا ونهارا إذا فتح الكتاب إنه يفكر في ذلك الشخص الذي يحبه إن الحب والتعلق المرضي من أهم عوامل الإلهاء التي تصيب الطالب بتشتت الذاكرة لا يستطيع أن يركز ولا يستطيع أن يحفظ بسهولة لأنه شارد الزين لأنه يفكر كثيرا إنه يجلس أمام الكتاب ولكنه في عالم آخر من أهم عوامل الإلهاء أحلام اليقظة إنه يجلس بالساعات الطويلة يفكر أنه أصبح غني إنه يحلم إنه يحلم وهو مستيقظ إنه يفكر في تلك الفتاة التي يحبها إنه يفكر وقد فتح الكتاب ولكنه بالفعل ليس أمام الكتاب إنه في عالم آخر إنه يجلس في أحلام تراوده إنه مستيقظ وهو نائم ذلك من أسباب عدم التركيز المحمول ومواقع التواصل إنه يجلس بجوار المحمول كلما جاءت إليه رسالة يفتح المحمول إن عقله مشوش إنه يضيع وقته فأحلام اليقظة والتعلق المرضي والمحمول والحب والتفكير في الجنس والتعلق المرضي كل ذلك من أسباب ضعف التركيز وضعف القدرة على الحظ إن أي معلومات أدخلتها بتركيز عميق وبمشاعر وبقوة ستتركز في عقلك الباطن من أعظم الأخطاء التي يرتكبها بعض الطلاب خاصة طلاب الثانوية العامة أنهم يتناولون المزيد والمزيد من المنبهات التي تجعلهم يستيقظون ولا يأخذون قدرا كافيا من النوم وكل ذلك من أخطر الأشياء على قوة التركيز والحظ فإن الجسد الخمول الجسد الذي لم يأخذ حقه من النوم والراحة تكون جسدا ضعيفا والحكمة تقول أن الجسد كلما كان نشيطا قويا كلما كان العقل قويا منتبها عندما يكون جسدك في حالة استرخاء تريد أن تنام حينئذ يكون التركيز ضعيفا لذا عليك أن تغتسل أولا قبل أن تذاكر فإن الإغتسال يعطيك نشاطا وقوة من الأسباب التي تضعف الذاكرة وتجعلك لا تستطيع أن تحفظ هي الأفكار السلبية المدمرة التي ترسلها إلى عقلك تقول أنا لا أستطيع أن أحفظ أنا ضعيف أنا لست مثل فلان إن قدراتي قليلة إن مثل هذه الأفكار ترسل إلى عقلك الباطن وتتركز فيه وتجعلك كسولا خمولا لك أن تحضر من الأفكار السلبية التي تقولها لنفسك استعن بالله ولا تعجز لا تقول أنا عاجز أو أنا ضعيف ومن أهم الأسباب التي تساعدك على الحفظ وعدم النسيان هي أن تفهم أولا قبل أن تحفظ حاولت أن تحفظ بدون أن تفهم فأنت بذلك تحمل عقلك العناء والتعب لأن العقل لا يحفظ شيئا بلا معنى إن العقل دائما يجنبك المعلومات التي لا قيمة لها عندما تفهم النص تشعر بالسعادة لأنك فهمت تشعر بالنشوة إن أي شيء أدخلته إلى عقلك مرتبطا بمشاعر الإحساس أو السعادة أو النشوة أو الألم فإنه يتركز في العقل الباطن ويظل في الذاكرة طويلة الأمد عقلك لا يحفظ المعلومات التافهة أو المعلومات التي لا قيمة لها وأنت تمشي في الطريق ترى مئات من لوحات الإعلانات أو الأرقام إن عقلك لا يلتفت إلى ذلك ولا يريد العقل أن يملأ الذاكرة بالمعلومات التي لا قيمة لها ذكر جيدا هذه الحكمة إن العقل لا يخزن إلا المعلومات التي لها قيمة لأي كتاب حفظته عن ظهر قلب حفظت بدون فهم إن الذاكرة سرعان ما تنسيك هذا الكتاب وذلك لأن هذا الحفظ بلا قيمة وبلا معنى ولذلك فإن الطالب بعدما ينتهي من الامتحان سرعان ما ينسى المادة وذلك يرجع إلى أمرين إما أولا لأن هذه المعلومات التي خزنها إنه حفظها ولم يفهمها أو لأنه يكره هذه المادة أو يكره الدراسة لذا فإن العقل ينسيه بسرعة لذا نجد الطالب في لجنة الامتحان أي توتر أو أي خوف ينسيه الكتاب بالكامل وذلك لأنه يحفظ ولا يفهم إنه يقول لك ذكرني بأول كلمة إنه يحفظ التسلسل وفي نهاية هذا الفيديو من وصل إلى نهايته فليكتب لنا في التعليقات ولا تنسوا الأعجاب والاشتراك تشجيعا لنا ولا تنسوا مشاهدة الجزء الأول سأتركه لكم في شاشة النهاية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر